مع اقتراب موعد الجلسة المقررة لمجلس الامن الدولي نهاية الشهر الجاري حول الأوضاع في ليبيا يشتد القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أطراف العاصمة الليبية طرابلس فقد أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات بركان الغضب بأن قوات حكومة الوفاق نجحت في إسقاط طائرتين استطلاع بمحور طريق المطار وسيطرت على آلية عسكرية معززة من مواقعها في محور الكازيرما على طريق المطار وفيما توالت الأخبار منذ قرابة الأسبوع بأن قوات حفتر تتجهز لمعركة كسر العظم في طرابلس خاضت القوات معركة وصفتها المواقع الإخبارية الليبية بالعنيفة جدا يومي الاثنين والثلاثاء على محور عينزارة دون الحديث عن مكاسب أو خسائر في صفوف الطرفين وتأتي هذه التطورات قبيل كلمة مرتقبة لللواء خليفة حفتر حول المعارك في محيط طرابلس وتحضيرات قواته للهجوم الذي يصف الإعلام التابع له بالفاصل في تاريخ معركة السيطرة على طرابلس وكان رئيس المجلس الأعلال الدولة خالد المشري قد أصدر بياناً للأسبوع الماضي حذر فيه المجتمع الدولي من خطورة معلومات استخباراتية لديه تفيد بهجوم واسع لخليفة حفتر على العاصمة بدعم من الإمارات ومصر وفرنسا بالعدة والعتاد وبمشاركة ضباط للإشراف على الهجوم وحمل المشري في بيانه الأطراف المشاركة في الحملة المسؤولية عن أمن وسلامة المدنيين بعد هذه العملية ودع الأطراف الدولية بما فيها بعثة الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل من أجل وقف الهجوم وحثها على تحمل مسؤولياتها اشتركوا في القناة